انا طهرت الموقع بتاعي يبقى انا كده يعتبر عندي كاتاكيت في داخل المزرعة لازم نخلي بالنا من هذا الموضوع في حالة ان انا عندي مشاكل متكررة او المنطقة بتاعتي فيها بعض المشاكل لازم اقوم بعمليات التبخير الحراري داخل الموقع بتاعي حاجة بنجهز العنابر ونفاجأ ان احنا رحين نسلم دفعة او في دفعة كاتاكيت جاية ومازال المهندس والعمال بقالهم يوم او يومين مناموش من كمية الشغل الموجود لان احنا بيعنا الفراخ متأخر خرجنا السابلة متأخر اتأخرنا في عمليات الغسيل وفي عمليات التطهير النشارة جات لنا متأخرى الانبيب الغاز جات لنا متأخرى السولار جات لنا متأخر تفضل الناس شغالة ولسه العنابر ما جهزتش لحد ما الكاتاكيت توصل لباب المزرعة لا ده انا عاوز الناس العنبر يكون جاهز تماما والناس مريحة قبل وصول الكاتاكيت بتاعته ب24 ساعة عشان الناس الكاتاكيت اما تيجي وتنزل للعنابر الناس تشتغل الناس تفوق للكاتاكيت بتاعتها مش تنزل الكاتاكيت جوة العنابر والناس تدخل تناموا مش قادر بقالوا يومين ايج شغال 24 ساعة في 24 ساعة فلازم العنابر بتاعتنا تكون جاهزة تماما قبل وصول الكاتاكيت بفترة كافية من بعض المشاكل اللي بتواجهنا او الاخطاء اللي بتواجهنا اللي هو مصدر الكاتاكوت مصدر الكاتاكوت ومشكلتنا في الفترة الاخيرة ان فيه تفاوت كبير في اسعار الكاتاكيت نسمع 6 جنيه نسمع 8 جنيه نسمع 9 جنيه كل سعر الكاتاكوت ما يهمنيش في اي شيء انا اللي يهمني جودة هذا الكاتاكوت الجنيه او الاثنين جنيه الزيادة اللي في سعر الكاتاكوت بالنسبة لي في التكلفة ما يقصروش معايا لو جودته عالية جودة الكاتاكوت لان ده حجر الاساس اللي انا هبنى عليه العمارة اللي انا هربيها في خلال 35 يوم كاتاكوت التسمين اللي جايلك وزنه 42 جرام عنده عمر يوم انت عاوز تضاعف وزنه من 55 مرة في 35 يوم كأنك بتبني عمارة من 55 دور ينفع عمارة من 55 دور ابنيها على اساسات غير جيدة لا لازم تكون الكاتاكوت ده من مصدر موسوق فيه عليه مظاهر الجودة والنشاط والحيوية بداية من معمل التفريق وحتى وصوله للمزرعة بتاعتنا ويكون فيه المواصفات الفنية والوراثية والصحية الجيدة مين مننا بيراجع العربية اللي جايلي فيها الكاتاكوت؟ ده انا اول ما العربية اللي جايلي فيها الكاتاكوت لازم اراجع العربية دي من حيث النظافة بتاع العربية في الكبينة بتاعتها السنديق الكاتاكوت لازم تكون نضيفة ارتاحية الكاتاكوت هل الكاتاكوت جايب تنهى الجوة السنديق؟ هل الكاتاكوت متكومة على بعضها وحسة بانخفاض في درجة الحرارة؟ اي اختلاف في درجة الحرارة سواء كان بالارتفاع او بالانخفاض ده يكون ليه تأثير سلبي على الكاتاكوت بتاعتنا باقي الضوء الكاتاكوت اللي جايه دي المفروض في سنديق درجة حرارة العربية اللي هي فيها من 22 ل28 درجة ماوي علشان بين الكاتاكوت هتبقى 30 ل35 رتوبة النسبية هتبقى 70 ل80 لو بدأ النهاردة ارتفعت درجة الحرارة هتبدأ ترتفع درجة الحرارة بين الكاتاكوت توصل ل40 تتعرض لنهجان يبدأ يزيد بخار المية حواليها الكاتاكوت ما بتعرقش ما فيهاش غرق العرقية بنبدأ منطقة ريش الرقبة ريش الزغب بتاع الرقبة تبتل لذلك بنقول الكاتاكوت ايه الكاتاكوت عرقانة ده مجازا طالما الكاتاكوت وصلت لهذه المرحلة تأكد ان احنا القطيع بتاعنا بقى فيه مشكلة لو درجات الحرارة منخفضة هندأ ألاقي ان الكاتاكوت كومت على بعضها في السنديق بتدور على الدفع وبالتالي برضو اصبحت مشكلة كبيرة مشكلتنا النهاردة كلنا وكل الشركات وكل الأفراد بقى عندهم سيارات مجهزة لنقل الكاتاكوت ولكن احنا مركبين 8 شفطات في نهاية الصندوق أو في نهاية الكابينة باز 1 باز 2 باز 3 بيفضلوا بايزين زي ما هو واحنا مشكلتنا ان احنا بنتعرض لموجات حر شديدة جدا وبنتعرض لموجات برد شديدة وبالتالي بتختلف الظروف لهذه الكاتاكوت لازم العربيات تكون مجهزة تجهيز جيد علشان انقل الكاتاكوت فيها مين بيقدر النهاردة مين بيسأل على نسبة الفأس اللي جاية منها الكاتاكوت بتاعتنا لو شفتوا الكاتاكوتين دول الكاتاكوتين دول من نفس القطيع من نفس العمر من نفس المصدر من نفس الهاتش بس كاتاكوت حصل له دهيدريشن طول واصل لـ 15-16 سنتي وكاتاكوت تاني طبيعي ممتاز ما فيش فيه اي مشاكل طول واصل لـ 19 سنتي الاتنين هيكون اداءهم الانتاجي مختلف مين بيبص على الاصال اللي جايله من معمل التفريخ اللي جاي مع الكاتاكوت ويشوف الكاتاكوت دي خارجه من المعمل السعكان المفروض افضل فترة من نقل الكاتاكوت من معمل التفريخ وحتى وصولها للمزرعة 8 ساعات بداية من فأسها وخروجها من المفقس وحتى وصولها للمزرعة وده بيكون سهل جدا في التسمين في البيض بيكون صعب في الامهات بيكون اكثر صعوبة ولكن في التسمين سهل جدا من بداية خروجها من المفقس لحد ما توصلك للمزرعة في 8 ساعات يبقى أن النهاردة ده وضع مثالي الحيوية والفرزة ونافئ الوصول مؤشر جيد للكاتاكوت بتاعتي وبداية الدورة مين بيقيس درجة حرارة جسم الكاتاكوتة مبيجي الحمد لله الصين النهاردة وفرت الأجهزة بتاع الأنفراريد سيرموميتر بقيس درجة حرارة الفنت فتحة المجمع بتاع الكاتاكوتة المفروض لو منقولة في وضع كويس ودرجات حرارة مزبوطة وارتوبة مزبوطة لاقي درجة حرارة جسم الكاتاكوتة ما بين 39.5 إلى 40.5 درجة مئوي مين فينا بيوزن فردي وبيوزن جماعي للكاتاكيت وليه برضو هتقول لي بوزن احنا اخيرا ناخد صندوق كده من اللي نازلين نوزنه ونعد الكاتاكيت ونحسب متوسط الوزن لا لازم نوزن فردي وهقولك ليه الوقتي طول الكاتاكوت مين فينا قس طول الكاتاكوت من عند الصباح لحد نهاية المنقار لانه ليه علاقة قوية جدا ما بين طول الكاتاكوت عمره يوم وما بين متوسط وزن الجسم اللي هو هيوصل له علاقة ما بين عزمة الصاق ووزن الجسم حالة الترييش اللي جاء لك الكاتاكوت الكاتاكوت اللي جاي لك المفروض يمثل 67 إلى 68% من وزن البيضة لو جاي لك كده يبقى ده كاتاكوت كل أموره طبيعية القطيع اللي جاي منه الأمهات ممتاز حيويته عالية جاهز للعلف والماء أول ما نسكنه لو بدأ يمثل أقل من كده يبقى تعرض للجفاف يبقى الاحتياطي بتاع السطار قليل يبقى كاتاكوت ناشط جدا معصبي لو هو أكثر من 68% ده كاتاكوت وقع حجمه كبير ولكن مترحل كسول ضعيف غير مستعد للعلف والماء النهاردة ما ينفعش في قطيع واحدة لقي كاتاكوت وزنها 30 جرام وكاتاكوت وزنها 46 جرام يبقى دي كاتاكوت دي جال من مصدرين ومن عمرين مختلفين لذلك بقولك أوزن فردي لأنه ممكن متوسط 42 جرام ولكن عندي كاتاكوت 42 جرام ده جاي منين؟ من كاتاكوت وزنها 30 وكاتاكوت وزنها 40 وكاتاكوت وزنها 52 تبينفع أن يبقى عندي كاتاكوت وزنها 32 وكاتاكوت وزنها 48 من رابع المستحلات أن يكون عندي جاية من مصدر واحد للقطيع بتاعي تبدأ يفيدني في إيه؟ لو عندي قطيع أمهات التجانس بتاعه كويس بيضه طالع متجانس كتاكيت متجانسة كويس هيكون أداء إنتاجي ممتاز لقطيع التسمين بتاعه ولكن قطيع أمهات غير متجانس أو عندي غير تجانس في بيض التفريخ اللي طالع ويه أو مشاكل في معمل التفريخ كتاكيت غير متجانسة تأكد أن الأداء الإنتاجي في الكتاكيت بتاعتي هيكون غير جيد النهاردة العلاقة ما بين طول الكاتاكوت ووزن الجسم كتاكيت وزنها طولها 17 سنتي جابت وزن 2 كيلو 328 مقارنة بكتاكيت طولها 19 سنتي جابت 2 كيلو 481 يعني الفرق في 2 سنتي 153 جرام وهم متربيين في تحت الظروف الوحدة طول الصق كل واحد من 10 سنتي في طول الصق الكتاكوت بالزيادة بيؤدي لزيادة 50 جرام على عمر 34 ل35 يوم كل الأمور دي لازم نحطها في اعتباراتنا الحاجة الثانية فحص التريش علشان نشوف ماذا توفقه مع السلالة والكتاكيت دي قاعدة تأديه في معمل التفريخ النهاردة المفروض عندك من 15% أبدأ ألاقي بداية الريش الأبيض دول أول 15% من الكتاكيت اللي فأسه وده طبيعي جدا والمفروض يبقى موجود بدأت تزيد النسبة عن كده يبقى الكتاكيت دي قاعدت في المعمل فترات طويلة مين فينا بيشوف نشاط الكتاكوت مظهره بتلاعز صفار العينين الأقدام منطقة السرة الأغشية المتبقية باقي أغشية الصفار مين اللي بيفحصها كوي إحنا عندنا أنا ملاحظ حاجة غريبة الكتاكوت بيمسك ساعة 12-13-14 جنيه 15 جنيه أي كتاكيت جاهلنا ناخدها ومنتكلمش فيها لو جاي لنا كتاكيت فارسة طيب أما يكون الكتاكوت بجنيه وب2 جنيه وب3 جنيه نقعد نفرس في الكتاكيت ونفعص في الكتاكيت والكتاكيت دي فعلتها بات سرة ودي كتاكيت كويسة ودي كتاكيت مش كويسة لا ده العكس هو اللي يحصل أما يكون الكتاكوت بـ 12-13-14 ده نفحص كويس جدا واشوف جودة الكتاكوت كويس جدا والكتاكوت أما يكون ب2-3 جنيه ساعتها بقى نبقى نشوف الموضوع عامل ازاي